حياكم الله أصدقائي الطيبين وياكم أناس لا تنسى الصلاة على النبي أهم أخبار المنتخب العراقي خلونا لايك واشتراك أصدقائي الذين تشاهدوني أتمنى منكم مشاركة الفيديو يعني هذا طلب أخواندة أتعب بالمحتوى بالمشاهدات قليلة ممثل قبل أتمنى من كل واحد منكم يشاهد الفيديو يخلي لايك وتعليق ويشارك الفيديو للأصدقائي كورتو العراق أطول حارس في تاريخ العراق 198 سنتيمتر أتحدث عن زكريا هادي صاحب 18 عام فقط أعلن نادي برادفورت سيتي الإنجليزة المتواجد في دور الدرجة الثانية الإنجليزية عن تعاقده مع الحارس العراقي الزكريا هادي ذو 18 عام الحارس يمتلك طويل فارع 198 سنتيمتر وبمهارات عالية هذا إن شاء الله يكون مستقبل الكرة العراقية ذا تم استدعاء المنتخبات العراقية نشارت لكم بعض من تصدياته في التماريب قناتي التليجرام بالدجل اسبورت خليت لكم رابط والوصف بالتعليق مثبت الحارس العراقي وقع أول عقد احترافي له كل التوفيق للحارس وإن شاء الله نشوفه بالمنتخبات العراقية ظهور زيدان اقبال في نيولوك جديد أثناء جرسة تصويره مع زملائه خليلي البلوش يرد على أحد المعلقين العراقين الذين وصف المعلق الخليجي بأنه لا يفقه شيء في كرة القدم قائلا خليلي يقول تشرفت بدعوة من الأخوان في قناة العراقية الرياضية للتعليق على الكلاسيكو تواجدنا بالتعليق على الكلاسيكو لا يعني إننا أفضل من المعلق العراقي ولا يعني إننا نمتلك حضور وثقافة أكبر منه لكن الأخوان والمسؤولين على الكرة العراقية يريدون تسويق المنتج العراقي على المستوى الخارج ونقل صورة أفضل عن العراق وعن شعبها الذي يستحق ذلك هو قد لبين الدعوة بحب تقبلون فيما بينكم أهلنا وحبايبنا في العراق طبعا للتوضيح انتبهوا إلى ثقافة الرد من أبو مشاريه طبعا هذا بلدك الثاني واعذرنا من بعض الأصوات النشاز حتى التلفزيون النصي مني علقون لأنه عبارة عن إعياط بحيث إذا عندك مريض ومعل التلفزيون احتمال يجفل المريض وينجلط فقبل لا تحدثوا عن المعلقين الآخرين شوفوا نفسكم أنتم الجمهور العراقي راضي عليكم لو لا شوفوا بالتعليقات بحسب المصادر مهاجم منتخبنا العراقي أيمن حسين رفض عرض الوداد المغربي ويفضل الانتقال للدور القطري طبعا يا أيمن حسين لو رائح الدور السعودي هو أفضل خط هجوم منتخبنا إن شاء الله بقيارة أيمن حسين في أولمبياد باريس سوف يواجه أقوى ثلاث حراس في العالم ياسين بونا ولونيان ومارتينيز اختبار قول مهاجمين العراقيين كل التوفيق لهم عبدالخالق مسعود يقول نسبة نجاح عدنان درجال 50% ونسبة نجاحي 90% في إدارة الاتحاد العراقي للكرة القدم شين رأيكم في تصريحة؟ يعني ترهوا الجمهور العراقي ليحكم على عباس يعود لتدريبات الزوراء قبل مواجهة القوة الجوية بعد تقديم الاعتذار إلى الكادر التدريبي من منا لا يتذكره سباستيان سوريا وصل قطر في 2004 وبدأ مع الغرافة ومثل منتخب قطر واستمر من ذلك الحين في الملاعب القطرية المخاضر مخاضى أمس نهايك إسامير قطر مع الملك القطر وخسر أمام السيد واحد صفر ورغم مصوله لعمر الاربعين عام كشف سباستيان نطموها الاستمرار سنوات أخرى بكرة القدم ما شاء الله لياق إلها دور وإحنا لاعبنا العراقين اللعبه ضد قبل عشر سنين اعتزلوا نادي القرم الذي تأسس في عام 2020 في محافظة الأنبار صنع لنفسه إسما سريعا في الرياضة العراقية يتصدر الآن الدور الممتاز ويقترب من التأهل لدور المحترفين حيث أن ملابس الفريق أصلية بكل أصنافها قمصان اللعب والسفر والخروج تحمل نفس العلامة وهي علامة كيلومي هذه العلامة إسبانية تم تجهيزها من ستور كيو 24 كل مستلزمات للفريق مهيئة بأفضل صورة مع تواجد مكتب إعلام مميز وجمهور مثالي هذا النادي نموذج للاستثمار الرياضي خاصة وأنه لا يتلقى دعم حكومي الذي يدير هذا النادي مثل الحلبوسي الدعم الرئيس للنادي مع مجموعة من الرياضي المحافظة بحسب المصادر إدارة نادي الشرطة وضعت في مفكرتها مهاجم نفط ميسان السوري على الدين الدالي من أجل الظفر بخدماته في الموسم الجديد اللاعب السوري قدم موسم مميز مع فريق نفط ميسان مما جعله محط أنظار العديد من الأندية وأبرزها الشرطة للتوقيع معه بعد نهاية الموسم الحالي في كلاسيكا القوة الجوية والزورة في ملعب المدينة يوم الاثنين الحدي على الرابع والبلوش على الرياضية الليلة البرنابيو يودع كروس في آخر مباريات الموسم أمام ريال بي تيس لاعب الشرطة محمود المواسك وسنأخذك المباراة قادمة كعنها نهاية وإن شاء الله سنفرح جمهور الشرطة مدرب منتخب العراق السابق زيليكو بيتروفيتش يقود نادي زرينيسكي موستار لتتويج بكأس البوسنة والهرسك